بدأت وزارة الإسكان صباح اليوم في إجراءات تسليمي ثلاثمائة واثنتين وعشرين شقة في مشروع سلمباد الإسكاني حيث قامت بإشعار المنتفعين بالحضور إلى مبنى الوزارة والتوقيع على عقود الانتفاع وتحويلها إلى الإدارة لاستكمال الإجراءات واستلام مفاتيح وحداتهم السكنية وقال الدكتور خالد الحيدان الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية إن الموظفين المختصين بينها الإجراءات التعاقدية في إدارة الخدمات الإسكانية قاموا بتزويد المواطنين بالإرشادات القانونية والفنية التي تحدد أبرز البنود القانونية والمالية المدرجة في العقد والتي يجب الالتزام بها كمسألة تنظيم إجراء التعديلات الداخلية والخارجية على الوحدات ذلك من أجل المحافظة على سلامة وجودة الشقة السكنية فضلا عن الأمور المتعلقة بسداد الأقصاط الشهرية لشقق وأضافا عملية تسليم الوحدات أعقبها انتخاب مجالس إدارات اتحاد المنتفعين من قبل أصحاب الشقق للقيام بدورهم الذي حدده قرار وزير الإسكان لتأسيس اتحاد المنتفعين وآليات عمله وأشار إلى أن خطوة تأسيس اتحاد للمنتفعين في كل عمرة تدفل تنظيم حقوق القاطنين بناء على الأطر القانونية التي حددها القرار مؤكدا أن هذا التوجه سيعزز مبدأ التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنتفعين من أجل المحافظة على شقق التمليك وصيانتها وفقا لآليات قانونية وإدارية مبتكرة يشارك فيها أصحاب الشقق أنفسهم من خلال مجالس إدارة ولجان منتخبة